فيروس كورونا المستجد عطل نمط الحياة اليومي في أكثر من 180 دولة لأشهر عدة وأصاب ما يقارب العشرة ملايين شخص في العالم حتى الآن لم تقتصر أثاره على تلك الأرواح والأرقام القابلة للزيادة مع كل دقيقة في العالم فحسب بل على كل اقتصادات العالم بكافة أفرعها حتى أصيب بعضها بالشلل صندوق النقد الدولي أفاد بأن الضرر الذي ألحقته جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة مما حدى المؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في العام الحالي مجددا وأصبح يتوقع انكماشا ناتج العالمي بـ 14% مقارنة مع 3% في توقعات أبريل ودع الصندوق الحكومات والبنوك المركزية إلى مزيد من الإجراءات لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي وسيكون التعافي المتوقع في العام القادم أضعفه الآخر مما كان متوقع فمن المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.14% وليس 5.18% كما في تقديرات أبريل لكن الصندوق أضاف أن تفشيا كبيرا جديدا في العام القادم قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد عن نصف بالمئة وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص إذ بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأمريكي 8% وناتج منطقة اليورو 10 و20% وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على النقطتين المئوية مقارنة مع توقعات أبريل وباء لم ينتهي بعد وتوقعات بأن لا تنتهي تبعاته وان انتهى لعدة سنوات مقارنة مع توقعات أبريل